بنسبة لفستان الفرح بقى مش عارفة بقى ده يعني انا لبست فستان في الادوار عملت كزا دور لبست فيه فستان الفرح يعني فستان العروسة ده مش حيبة بالنسبة لي حاجة جديدة قوي انا لبسته في ادوار وجوزت كزا مرة في افلام كتير معتبر ان ده كفاية اه وفي الصور وكده لأ طبعا الحقيقي اكيد اكيد عنده لي طعم تاني ومعنى تاني وكل حاجة لكن يعني في الخطة ولا مش في الخطة ده نصيب بيور نصيب يعني هو ما فيهوش اي حاجة تانية غير كده والله يعني انا نفسي معرفش لأ بس ممكن يبقى فيه حد يقولك ده قرار مؤجل انا مش بفكر موضوع ده دلوقتي هو بالنسبة لي مش قرار اصلا يعني مش حاجة ولا انا ينفع يلا انا قررت النهار ده هعمل كده يعني ولا حاجة ينفع اقول ده قرار مؤجل انا مش عايزة لا انا عمري ما تعاملت مع الموضوع كده لحظة المناسبة هي هتحصل يعني يعني دايما كان فيه بيبقى حاجة تحول يا اما ظروف يا الشخص برضو بتكتشف في حاجات مش مناسب او التوقيد او الظروف اللي بتحصل او ما اعرفش بقى اولي انك خايفة من الارتباط يا دور لا انا كنت الاول كان عندي مسألة الخوف من الارتباط ده كان موجود عند زمان بس بعد كده لا ما بقاش خوف قد ما هو ما عرفش في حاجة بتحصل انا مش عارفة ايه هي موضوع دايما بيبوز بيوصل عند حتة كده انا تخطبت قبل كده وكلها بس بيوصل لحتة كده وبيبوز لسبب ما ما تعرفيش بقى يعني في الاخر هي حاجة بتاعت ربنا ايه الحاجات اللي كنتي خايفة تخسريها لا انا مش خايفة اخسر حاجة لان ما فيش حد هيخسرني حاجة الا يعني في الاخر يعني اهم حاجة بالنسبة لي ان انا بقى محافظة على نفسي على كرامتي على حياتي على يعني حاجات الاساسية يعني بس كمان لازم ابقى مع حد بحب فيه بنا حب يعني فيه بنا يعني مش ابقى مع حد عشان انا بس لازم اتجاوز حد انا مش حاسة بحاجة ناحيته او حاجة زي كده ده اللي هو اهم بالنسبة لي والشخصيات تبقى يعني مع بعض لنما ما عنديش متطلبات رهيبة قوي زي ما الناس متخيلة اه لا احنا متخيلين انك عندك متطلبات رهيبة فيه ناس ساعات بتبقى متخيلة كده بس هو لا مش حقيه هي على فكرة متطلبات في نفس الوقت عادية ولكن هي مش عادية لان الصعوبة ان انت تبقي حد بتحبيه وبيحبك وفي نفس الوقت متفاهمين والموضوع يتم يعني بس يعني مناسب بتوقيت مناسب كده يعني بس يعني ما قابلتيش خلال العشر سنين اللي فاتوا انت بقى لك مصر عشر سنين مساء اه اكتر كبير ما قابلتيش فارس احلام او واحد شبه فارس الاحلام قابلتش ولا فارس ولا احلام موسيقى موسيقى موسيقى